ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الكربوهيدرات. لكن لو خشينا كارديو بنحرق كل الكربوهيدرات اللي موجودة كطاقة في خلال العمليات هذه بالاضافة. لاننا بنحرق شوية دون. لكن هيجي وقت تمرين الحديد ما هيكون عندك طاقة تسوي حديد بالطاقة المطلوبة. الكارديو الصباحي اللي على الريق. انا ما افضل يكون شديد. يعني اذا تبغى تسوي كارديو الصباح. تسوي كارديو خفيف. المقصود فيه خفيف انك ما تتعدن مساعة من الكارديو. يعني لا تروح لخمسة اربعين دقيقة في المفروض. وغير كذا لا تسوي بمجهود عالي. يعني لا تستخدم طريقة ال اتش اي اي تي. اذا بتسوي كارديو الصباحي. عند موضوع الكارديو على معدف هذا يختلف في الناس كثير. لكن في دراسة جديدة من جامعة مقصود تأييد ان هذا يفيد الناس في القصوص. اذا تبغى تسوي اتش اي اي تي. هذا بيساعدك انك تحرق دهون بسرعة. غير كذا لا تزيد عن ثلاث مرات اسبوع من هذا النوع من التمرين. لانه بينهك العضلات بيتعبه. واذا تبغى معلومات زيادة عنه. هنزل لكم المقطع اللي تكلمنا فيه عن ال اتش اي اي تي. قبل كده. ما في شي اسمه احت النوع كارديو. بالنسبة لي اشوف كل انواع الكارديو كويسة. ويفضل انك تنوع وتشكل بينها. يعني حاول انه خلال الاسبوع تمشي تركب دراجة تطلع درجة. خلي عندك مساحة للتنوي. ولشان انت تحرق دهون انت لازم تحرص ان دقات قلبك تقومها من 130 الى 170. لان الزون اللي بعد كذا من 170 وانت طالع هذا حق اللياقة البدنية وقوة تحمل. حد كذا كنت كنت كلمنا لكم على الكارديو كفاية وعطيناكم محمل معلومات آخر. حين نشرب كافي ونبدأ كامل شوف. والله انا اجي حال قاعد اشوف كل شي طعام. هل انت طعام?